قصة كفاح شعب مصر الفصل الاول تحرير مصر من اعداد اسزيس المحمد ناجيب غزو الهكسوس لمصر بتبدأ احداث القصة بتعريف بجماعة الهكسوس وهم جماعة من الرعاة كانوا بيعيشون في اسيا الهكسوس اغاروا على مصر في ايام الفرعنة من ناحية الشمال حتى وصل زحفهم لما يسمى الان بمحافظة الشرقية وعسكروا في بلدة اسمها اواريس واقاموا بها وجعلوها عاصمة لهم والسبب حتى يعتصمون بها بعد دخول الهكسوس الى مصر قاموا بالتدخل في شؤون مصر وزحفوا حتى امتد نفوذهم الى كثير من ارجاء مصر والعمل على تفرقة صفوف الشعب واخماد قوته واضعاف كلمته بالاضافة الى اتكابهم العديد من الجرائم كظلم الناس ونهب اقواتهم وسرقة اموالهم وتشريد ابنائهم بالاضافة الى ان الهكسوس سخروا من عادات المصريين وتقاليدهم وسخر ملكهم من سكن راع امير طيبة ونتيجة لذلك عم الغضب والسخط جميع انحاء البلاد سكن الراع ورسالة ملك الهكسوس سكن الراع هو امير طيبة واقوى امرأ مصر في ذلك الوقت واكثرهم اخلاصا لبلاده واشدهم معارضة لحكم الهكسوس لمصر ارسل ملك الهكسوس رسولا لسكن الراع يقول ان افراس بحر في طيبة تزعجه في اواريس واذا لم تكف افراس البحر عن هذه الاصوات فسيرسل من يبدوها وهنا صاح سكن الراع راضما ووصف هذه الرسالة بانها تهديد ووعيد تابع رسول ملك الهكسوس حديثه قائلا لقد علم سيدي انك تزيد في جيشك لهذا ارسلني اليك منذرا ومحذرا اجتمع سكن الراع برجاله بعد مغادرة رسول ملك الهكسوس وذلك للتفكير في رد لهذه الاهانة التي لحقت بهم من مستعمر دخيل ونتيجة لهذا الاجتماع تم الاتفاق على ان يرسل سكن الراع رسله لجميع الامراء مصر ليدعوهم الى ضم الصفوف وجمع الكلمة والى لقاء قريب في القصر اجتماع سكن الراع مع امراء مصر بعد سماع الامراء نداء سكن الراع ودعوته شعروا بانه لم يعد للصبر اي مكان بعد اليوم وفي يوم اللقاء اعلن النفير قدوم الامراء واحدا بعد واحد اجتمع سكن الراع بالامراء واخبرهم برفضه حياة العبيد في وطنهم ثم راح يقص عليهم قصة افراس النهر وكيف كانت تقلق ملك الهكسوس في اواريس وخاطب سكن الراع الامراء بقوله لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا اذلاء ولن نقبل ان يتحكم فينا عدو يفسد علينا نفوسنا وافكارنا ويغتصب ارضنا ويقتل ابناءنا ويحطم عزتنا وكرامتنا وهنا رد الامراء بقولهم لقد تجاوز الظالمون المدى وكان هذا القول لامير منطقة بوتو لن نقبل هذه الاهانة ابدا وهذا القول لامير منطقة قفط لا بد من تأديبه وطرده من هذه البلاد وهذا القول لامير منطقة ارمنت وهنا تساءل سكن الراع كيف سنعد للامر عدته اتفق الامراء على توحيد صفوفهم وارادتهم واعداد العد للقاء الهكسوس وتعهد الامراء باعداد ما يلي للمشاركة في الحرب امير منطقة بوتو تعهد بتدبير الرجال وكل ما يحتاج اليه الجيش من اقوات وخيام امير قفط تعهد بتقديم جنوده وكل ما في خزانته من المال وقف على قتال الهكسوس امير ارمنت تعهد بتقديم كل ما جمعهم من عربات لمحاربتهم بنفس ادواتهم بينما امير منطقة ابي دوس تعهد بتقديم كل رجال مقاطعته لقتال الهكسوس وهنا رد عليهم سكن الراع بقوله بورك فيكم يا امراء مصر هكذا تلتقي صفوفنا وهكذا تتوحد ارادتنا قتال الهكسوس حرب الشجاع سكن الراع عدوه وسقط مدرجا بدماء الشرف وكان لياح حتب دور في مواجهة الهكسوس اياح حتب هي زوجة الشجاع سكن الراع وكان لها دور مهم في مواجهة الهكسوس وهو انه كان لها الفضل في دفع زوجها الى ساحة الشرف بالاضافة الى التشجيع ابنها الاكبر كاموس على مواصلة الحرب خلف كاموس والده سكن الراع وواصل الحرب وانتصر على الهكسوس وطهر الصعيد منهم ثم توفي تولى بعد كاموس اخوه الشاب احمس الذي كرس حياته لخدمة وطنه وزحف الجيش المصري بقيادة احمس من طيبة الى الشمال شعر الجنود اثناء زحفهم للشمال بالحماسة للقاء الهكسوس متعطشين للفتك بهم لتخلص البلاد من الذل الذي لحقها والعار الذي خيم عليها والتقى الجيشان واندفع جيش احمس نحو جيش الهكسوس اندفاع الاسد نحو فريسته وانقضوا عليه من قضاد الطير الجارح على صيده وبعد هذه المعركة لم يجد الهكسوس امامهم غير الفرار الى الشمال وطاردهم احمس حتى اقترب من عاصمة ملكهم اواريس هرب ملك الهكسوس من وجه الجيش المصري وعاد من حيث اتى ولم يستطع الصمود امام هذه الارادة الصلبة والوطنية الصادقة انقذ احمس مصر القديمة كلها من هؤلاء المغيرين الدخلاء بعد جمع الكلمة وتوحيد الصفوف والجهود نهاية الفصل الاول ونتمنى الجميع ابنائنا كل التوفيق ونتمنى تشارفونا باشتراككم في القناة